مرحبا معكم غنى رح نتعرف اليوم عن قصم من تراث بلادنا اللي عم بيغيب شوي شوي عمره ألاف لسنين من الأيام الفينيئية وحتى قبل الميلاد بتعوا تعرفوا معنا أكتر مع عامو اليس أبو جورج عن كيف ولاش وأي ما تبلش الفخار وقديش مهم بالنسبة للإنسان بقوله أول صناعة بالعالم هي كانت صناعة الفخار طايدنا نوح كان قاعد حد النهر يعني وكان مشعل حطبتين ولقى شي تحت هالطرابي اللي تحت الحطب جمت فأجدت الفكرة أنه من هون يجي يقدر يعمل أي شكل يعني شكل يعمل فينجان يعمل شي بيئده يعني يقدر يكل فيه ويشرح الطريقة للبروستدور طبعا اللي قصتوا الشغل الشغل اللي اشتغلناه احنا صار عجين إذا بيشيل نحنا شب عجين قبل ما نحط الشغل على الديسك بدأنا عركه كيف كان يساعد الإنسان؟ بساعد دايما كان كتير لأنه كان بالأول يستعمل الأكل للشرق والماي والكسين كان حتى تحق الزيت بقل بالخبات للأسيد والنحل كانت للجفار للبيوت والعشر الحمام والعشر الأساطير الأدغاني كله كان بخار في حدا عمي يعني عم يدعم لا من الدولة الكيض ولا من البلديات ولا من المزاعة السياحة ما بقى فيه دخل يخلي أنه يقدر الولد يعني الأبن يقدر يشتغل فيها يعني بالله ما بتطلع يعني عم نحاول نحن نسعى أنه قد ما فينا نقدر نشددها يعني نعمل شغلات إلى جانب الشغلات الأساسية التراثية حتى عم نحاول نعلم يعني بعض الأشخاص اللي بحب يتعلم نعمل دورات نعمل بشكل أنه يقدر واحد نعلمه إذا بيحبوا يتعلم حتى تكون المهنة تكفي لأدعم البعض